خليني نروح لمنطقة تانية يعني خلينا نقول إنه الكتب والشعر والروايات أصبحت الآن موجودة بشكل إلكتروني يعني كنا نتزين بها في المكتبة وتزين العقول أمامنا وتبقى يعني في صحبتنا طول الوقت يعني أنا شخصيا من الناس اللي ما زالوا يقرؤون الكتب يعني لازم يكون الكتب موجود جنبي ريحة الورق رغم ريحة تلف شكله والتفاعل مبيني ومبينه لكن خلينا برضو نقول بإنه المدنية أخذتنا جميعا وأحيانا تضطر أن تعيش إلكترونيا لفترة طويلة يعني هل ترى بإن هي أثرت على الكتب؟ يعني القراءة جزء منها طقس يعني أن تري الكتاب في الآيباد أو في التليفون غير أنك تشميه كما قالت سيدة ألكسندرا الكتاب ليس فقط لدينا الآن لو مضيت في أي قطار من عاصمة أوروبية إلى مدينة أخرى ما زالت جلوس يقرؤون بكتاب ورقي وليس في الآيباد وهذا لديه عدة أسباب من بينها هو الاعتياد ومن بينها أيضا أن الناس يحسون بأن هناك استلاب جرى عبر هذه الإلكترونية وألغت كثير من الأدوار التي كانت جميلة لدى الإنسان ولذلك أنا شخصيا لم يحصل أني قرأت كتابا بطريقة الإلكترونية إلا كتبي التي أصححها للنشر مضطرا على التلاحمة للأوراق لكن مستحيل أن أستمتع إلكترونيا أبدا لأنه هذه طقس وجماليات داخل النفس ولا تتوفر عبر الآلة نحن الآن في صراع شافكي الآلة تحاول أن تغزونا وجزء أساسي منها أنها عندما تأخذ دور الكتاب ستأخذ جزء أساسي أيضا من دور المطبعة ومن دور الحوارات الثقافية وهي التليفون اختصر الرسائل ألغى فن كان العرب لديهم كأمة كان لديهم فن اسمه فن الرسائل هذا اختفى وفن الخط يعني كلنا نحلم أنه أحيانا دلوقتي بقيت تقول لا اكتبري رسالة بخطك يعني ما زلت أستمتع بالخط أمامي أحس في حميمية أكتر من الكتابة الإلكترونية دائما الأمور التقليدية يمكن حتى تصير حواسنا أنا بقول الخمسة بشكل كبير من اللمس والرائح والنظر وبتميز الأشخاص المرسلين يمكن لها الشخص يعني دكتور حكيت شيء كثير مهم فيما يتعلق بأيضا دور النشر اللي ممكن الطريقة الإلكترونية الحديثة تؤثر عليهم ولكن إذا نتحدث أيضا عن الأزمة الاقتصادية العالمية يعني إحنا نعرف أنه في أزمة اقتصادية عالمية يعني بتهدد العالم بشكل كبير أديش هذا أثر أيضا على موضوع دور النشر والكتاب التقليدي بحد ذاته لنكن صادقين من أول الضحايا هو الكتاب ودور النشر لأن ثمن الورق تضاعف نهيكي عن الطباعة والعملية ككل عملية مكلفة وبالتالي يعني دور النشر تعاني من عدم الإقبال على الشراء وهنا أنا دائما أقول ونحن نعمل في مهرجان بابل لدينا معرض كتاب أيضا نعمل بفكرة أننا نتحاور مع رؤساء الجامعات ليأتوا بالطلبة مدعومين للشراء حتى نعطي فرصة لدور النشر أن تتحرك لأن هذه الأزمة أثرت تأثيرا كبيرا والكتاب سيدتي ليس مجرد أنك تقرأين الكتاب هو ثقافة عامة ثقافة حتى بيتية البيت عندما تكون فيه مكتبة أنت تعطين درس للأولاد دون أن تقولي هو يتعود على الكتاب يتعود على رؤيته يتعود على احترامه ويتعود أيضا أن البيت الذي فيه مكتبة هو بيت مثقفين ليقول متعلمين وأشاهد بيوت لأصدقاء سادة وسيدات أشاهد أن لديهم الآن رغبة في أن يضيفوا مكتبات إلى البيوت لهم يحسون بأن هذه أصبحت منقصة في البيت أن يكون البيت بلا مكتبة وهذا أعتقد ينبغي العمل عليه نحن في الإعلام لدينا عدة وظائف من بينها أننا نسعى إلى أن نرتقي بالذوق العام وبالثقافة العامة وما دامت هناك موجة ليسميها قادمة من الغرب في تتعلق بحياة الشباب والشابات نحن ليس لدينا إلا الإعلام للحديث معهم والكتاب والرواية حتى نعود إلى جزء من الحوار الأول الرواية يمكن أن تهذب وتثقف أكثر من الشعر لماذا؟ لأنها تروي حياة سيدة كاملة حياة شخصيات مواقع التي تحرضونها لأنها مرآن المجتمع كمانا رواية كثيرة نعم